اشتركوا في القناة يحتاج الى سند ويحتاج الى سناد يعتمد عليه السند الذي يعتمد عليه المؤمنون واضح وهو الله سبحانه وتعالى هناك حديث لطيف عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا الحديث على ما ببالي أنه لو هلك جميع أهل العالم لم يبقى هناك أحد من البشر في هذه الحياة ما كنت لأستوحش ما دام كتاب الله معي ولكن الكفار الذين قطعوا ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى لا يوجد لهم ذلك الركن الشديد الذي ورد في الحديث الشريف في الآية الكريمة أو آوي إلى ركن شديد في الحديث الشريف كان معه الركن الشديد وهو الله سبحانه وتعالى الكفار الكفار الذين قطعوا ارتباطهم بهذا الركن الشديد ما هو الركن الذي يستندون إليه هؤلاء الذين قطعوا ارتباطهم بما وراء الطبيعة يضطرون إلى الاستناد إلى الركنين في إطار عالم الطبيعة الركن الأول القوة الاقتصادية بالقوة الاقتصادية القوة الاقتصادية تمثل الوسيلة الإنسان الكافر يشعر أنه قوي بأمواله المال يمكن الإنسان أن يصل إلى كل شيء وأن يحقق كل شيء هذا هو الركن الأول الذي يكون قلب الكفار قويا به الركن الثاني القوة البشرية الأفراد الأفراد الرجال الأولاد هذا يمثل الركن الثاني فرعون ذاكرين في أحواله أنه كان مغسلا للأموات رجل متواضع بسيط ولكن هذا الرجل يصل إلى مقام إلى مرتبة إلى موقع يقول أنا ربكم الأعلى من الذي أوصله إلى هذا الموقع المال الذي كان تحت يديه والرجال الذين كانوا وراءه هو كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر